من العراقية الرياضية يحييكم مشاهدين الكرام وقدموا لكم نشرة بأهم وآخر الأخبار الرياضية تتابعونها بعد عنوينها ارجعوا المفاوضات مع وكي لعمال كاثاناتش حتى قدومه إلى أربيل والهيئة التطبيعية تناقش آلية دور درجة الأولى مع الاتحادات الفرعية القوة الجوية يعلن موعد انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة الى التفاصيل اهلا بكم اجتمعات الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم مع وكيل اعمال مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاثاناتش ولم يسفر الاجتماع عن التوصل الاتفاق النهائي مع المدرب اذ قرر الطرفان في نهاية الاجتماع حضور وكيل اعمال المدرب إلى محافظة أربيل خلال الأيام المقبلة لإكمال المفاوضات بشأن الأمور المتعلقة بعقد المدرب يذكر ان المنتخب الوطني بقيادة كاثاناتش يتصدر مجموعته في التصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديا لقاطر 2022 تاخد حاليا لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعا في مقر الاتحاد مع الاتحادات الفرعية لمناقشة آلية دور الدرجة الأولى ودور الشباب للحديث عن هذا الاجتماع مشاهدين الكرام ينظم معنا في هذه النشرة من مقر الاتحاد مراسل العراقية الرياضية أنور صباح أنور بداية أهلا بك في هذه النشرة مرحبا زميلة الإيناس وإلى كل المتابعي ومشاهدي قناة العراقية الرياضية أهلا بك قناة العراقية الرياضية متواجد آلية في أنور لو سمحت لهم أنور الآن أنت متواجد في مقر الاتحاد ضعنا وضع المشاهدين الكرام في صورة ما يحدث وما يجري في هذا الاجتماع اتحاد كرة القدم المؤقتة يواصل عمله بصورة دورية من خلال الاجتماعات التي يجريها على مختلف الصعود اليوم محور اجتماعها مع الاتحادات الفرعية المحافظات حضور غفير داخل قاعة الاجتماع وضعها بالنقاش قائم إلى هذه اللحظة الاتفاحة بالعالية دور الدرجة الأولى بطريقة تضمن المشاركة لكل من الاستحقها بعيد عن التهميش والأقصاء نعم طيب أنور الاجتماع بدأي الآن أم أنتم في انتظاره لا لا الاجتماع حاليا انطلق الاجتماع وداخل القاعة أعضاء الاتحادات الفرعية واللجنة التطبيعية داخل القاعة الاجتماع ويعني الاجتماع انطلق منذ قليل يعني طيب هل هناك مقترحات اطلعتم عليها هل هناك آراء هل هناك طلبات من الهيئات أكيد 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 طيب أطلعنا على هذا الموضوع الاتحادات الفرعية تحمل كثير من المواضيع اللي ستطرحها أمام الهيئة التطبيعية ونحن اليوم رح نكون داخل الاجتماع ورح نشوف شنو المواضيع اللي رح تنطرح وإن شاء الله نبلغكم في الفترة القليلة طيب أنور هل هناك يعني موضوع معين مشترك لدى الاتحادات مثل ما تعرفين الاتحادات الفرعية يعني تحمل كثير من المواضيع اللي تريد تنطرح هذا الدوري درجة الأولى وتعرفين يعني كثير من المواضيع والمشاكل في دوري الدرجة الأولى رح يكون نقاش مفتوح على طاولة الهيئة التطبيعية وإن شاء الله يطلع الطرفين بحلول ترضيء الجانب إن شاء الله ننتظر منك يا أنور المزيد من التفاصيل في نشراتنا القادمة شكرا زميلي أنور صباح كنت متواجد معي في هذه النشرة من مقار الاتحاد يوصل فريق الشرطة تدريباته في معسكره التدريبي المقام حاليا في مصر استعدادا لمشاركته الأسيوية المقبلة حتى نأسس للدفاع الجماعي لازم نكون للدفاع الفردي جيد الحمد لله وشكر استعداداتنا جيدة من خلال المعسكر المقام في القاهرة اليوم الرابع من التزمين بالإدارة الوهدات التدريبية المكثفة الغرض منها نرفع الجانب البدني والجانب الخططي لللاعبين والفريق وانسجامه على يصير استعدادا لبطولة أبطال آسيا إن شاء الله جاهزينها البطولة أجواء رائعة يعني صراحة أنه يحتاج الفريق الهيتي أجواء خاصة بداية المعسكر بداية التدريب يعني متوفر كل شيء بالمعسكر من ملعب بجانب الفندق إلى قاعة تدريب تدريبات قاعة جيم إلى يعني كل الأدوات متوفرة إن شاء الله وباقي يعني التوفيق من الله سبحانه وتعالى المتعرف اليوم اليوم الرابع بالمعسكر التدريبية المقام في مصر الحمد لله الأجواء ممتازة كل شيء متوفر لنا من خلال التدريبات اللي نحتاجها أو الإدارة مفرق كل شيء مثل ما تعرفت الفترة الراحة الكثيرة اللي أخذناها بسبب جاء هات كورونا جبرتنا أنه نوضع ثلاثة تمارين باليوم إن شاء الله يا ربي يكون هذا المعسكر جيد ومثالي ونقدم كل شيء بممتاز قبل الذهاب إلى قطر وإن شاء الله يا ربي أبطال آسيا تكون بداية خير هذه المباريات في قطر ونقدر ندافع عن ألوان القطارة ونقدر إن شاء الله نبيض الوجه يا ربي وكشف رئيس نادي الكرخ الرياضي شرار حيدر أن النادي يمر بأوضاع مالية صعبة وهناك ديون كثيرة مترتبة في ذمته وأضاف حيدر أن النادي يطالب وزارة التربية التي يرتبط بها النادي إداريا وماليا بالإيفاء بوعودها ودعم النادي ماليا ليتسنى له تزديد ما بذمته من ديون وتحديدا ما يتعلق بمستحقات اللاعبين المالية للمواسم السابقة على غرامة تقدمه المؤسسات الأخرى التي تدعم أنديتها للحديث أكثر مشاهدين الكرام عن هذا الموضوع ينضم معنا الأمين المالي لنادي الكرخ الأستاذ سمير الموسوي أهلا ومرحبا بك أستاذ سمير معنا في نشرة أخبار العراقية الرياضية أهلا وسلم بك وجميع مشاهدي خاناتكم الحزيزة حياك الله أستاذ سمير حددنا عن هذه الأزمة المالية التي يمر بها النادي وتحديدا ما هو سبب هذه الأزمة بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما تعرفون ويعرف الجميع أنه نادي الكرخ مرتبط إداريا وماليا بوزارة التربية لكن حقيقة وزارة التربية ومن خلال الفترة الماضية لأكثر من ستنوات لم توفيق وعودها ولم تتذلد للنادي مستحقاته فلهذا تراجعون على النادي من قبل اللاعبين طيب أستاذ سمير لو سمحت لي هل قدمتم طلب هل قدمتم مناشدات لوزارة التربية حتى تلتفت لموضوع المساعدات أو موضوع الدعم المالي لكم كنادي والله قدمنا أكثر من مرة واجتماعنا حتى بالوزير السابق الدكتور أحمد محمد أقبال وكذلك مع الكثير من المسؤولين في وزارة التربية لكن حقيقة وزارة التربية لم تكن في بعودها لحد الآن ولم تتذلد للنادي يعني قلبات اللاعبين والرغم من أنهم اللاعبين كانوا قد وقعوا عقودهم في وزارة التربية وحتى استقطعوا نسبة بسيطة من هذه العقود كبرائب لوزارة التربية ووقعوا أمام الدائرة القانونية في الوزارة لكن حقيقة الوزارة لم توفي بوحودها مع نادي كرخ لحد الآن ونادي كرخ قام بتزديد قسم من المبالغ المخصصة لللاعبين حاصة لاعبين كرة اليد وكرة السلة سوى بعض اللاعبين اللي قدموا بشكوى في المحاكمة العراقية بهذا الأضور نعم طيب أستاذ سمير يعني أستاذ سمير حضرتك ذكرت أنه لي سنوات عديدة وزارة التربية لم تدعم النادي نادي الكرخ ماديا فهل هناك نية بفك ارتباط النادي مع الوزارة يعني بالوقت الحاضر لا معنا هذه النية لأنه النادي لديه استحقاقات مع الوزارة يجب على الوزارة أن تسدد هذه المستحقات لأنه فك ارتباطنا بهذا الوقت مع الوزارة أعتقد أنه سوف تبقى الديون في ذمة النادي والديون ديون كبيرة يعني نحن نتمنى من وزارة التربية ومن الوزير الجديد الأستاذ علي الدليمي أن يقوم بدعم نادي الكرخ خلال الفترة الماضية مع العلم أنه مجيس الوزارة قد أصدر قرارا بضرورة قيام الوزارات الداعمة للأندية بدعم الأندية بمظالف كبيرة جدا لتزديد ديونها وأيضا لدعمها ماليا لأنه مثل ما تعرفون نادي كرخ من الأندية الدرجة الممتازة ولدينا طريق يلعب في هذه الدرجة ونحتاج إلى أموال لتزديد هذه اللاعبين خلال الموسم القادم طبعا نضم صوتنا لصوت حضرتك وصوت النادي بضرورة أن تتحمل كل الوزارات والمؤسسات التي تنضوي الأندية العراقية تحت لوائها أن تدعمها ماديا ومعنويا لنرتقي بمنافسات دورينا شكرا جزيلا لأستاذ سامير الموسوي كنت معنا في نشرة أخبار العراقية الرياضية من جانبه أكد عضو الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية هيثم كاظم سلامة موقف ناديه من اللاعب محمد قاسم وأن أي نادي يرغب بالتعاقد معه عليه أن يتفاوض مع القوة الجوية نصوص اللاعب محمد قاسم والثبت الثاني بالإعلام والكلام والشي فيه وفي الورق أنه أكد عقد يضم شراءات بطاقة اللاعب محمد قاسم ثلاث مواسم ودفعنا المبلغ هي 110 لثلاث مواسم وقدمنا الكتاب من ضمن الشكوة القدمناها للتحاد لاسو والتحاد العراقية كرة القدم يثبت أنه اللاعب بطاقة معانا مع القوة الجوية تبتدي إلى 2020-2021-2021-2020 نحن الحقيقة نحن وقعناها بداية سنتين البطاقة تبقى عندنا من حق الإدارة أن تعرض لعب بالبيع هذا حق مشروع وحق النادي مشروع نطالب نحن بحق النادي البطاقة عندنا أي فريق أي نادي يحب أن يضم محمد قاسم نحن لا عدنا أي مشكلة تظهر عدد من مشجعين نادي القوة الجوية أمام مبنى النادي مطالبين بإنشاء ملعب خاص يليقوا باسم النادي نحن نادي أقدم نادي بالعراق وأعرق نادي حاليا وزعيم آسيا عندنا ثلاث بطولات آسيوية وفريقنا من أفضل الفرق البلعراق ما يعني إحنا ملينا من الإدارات السابقة ملينا نطالب بملعب باتشر وعقبة وعقبة وباتشر يعني أبسط شي ما طلبنا إحنا كجمهور اليوم إحنا نقول تجمع بسيط نطالب من قائد قوة الجوية العفو نطالب من وزير الدفاع من قائد قوة الجوية بنا ملعب طالبنا ملعب وطالبنا هو يكون أمور ما نقدر نحك بها بالإعلام بس إحنا ما طلبنا الأول والأخير الملعب جينا مثل ما قلنا أبو التلفز لنا الوحيد كرة القدم وحبة نبادة النادي اليوم وجينا وقفنا الوقفة الجادة سابقا طلعنا وهتفنا نفس الوقت ما شفنا رد فعله ولا شفنا أكو عمل يصب مصطحات هذا النادي متابعين تحياتي وزارة الدفاع وقاد قوة الجوية نفس الوقت إن شاء الله نتأمل بك خير بالموسم القادم وانتخابات التجاية نفس الوقتنتأمل خير ونحن كجماهير نعود عليك ونطالبك من هذا المكان من هذا النادي وجماهير نفس الوقت عليك أسلاح اللي حصل بالنادي نحن كجمهور الجوية الريد ملعب بقوة الجوية نحن صاحبين بطلع تاسويات وليق بهذا الجمهور العريق نحن نتأمل بالإدارة الجديدة إن شاء الله تعمل بهذا الخصوص من بناء ملعب ومشكلة عقود اللاعبين إن شاء الله موجودة يعني العقود اللاعبين كل موسم نحن نتعاقد وإحسن اللاعبين بالعب إذن بالتأكيد يستحق نادي القوة الجوية إن شاء ملعب يحمل اسمه لسيما لإنجازاته العديدة على الصعيد المحلي وأيضا حصوله على لقب كاس الاتحاد الأسيوي لثلاث مرات نواصل معكم مشاهدين كرام نشرة الأخبار ونبقى مع أخبار نادي القوة الجوية حيث أكد نتعاقد الهيئة الإدارية المؤقتة لناجي القوة الجوية علي صغير تحديد الثاني عشر من أيلول المقبل موعدا لإقامة الانتخابات واختيار هيئة إدارية جديدة وأضف أن إدارة النادي فتحت باب الترشيح للانتخابات المقبلة من اليوم الاثنين المصادف الرابع والعشرين من آب الحالي وحتى نهاية الدوام الرسمي اليوم الحادي والثلاثين من ذات الشهر تعمل إدارة الصناعات الكهربائية للعودة لمزاولة أنشطتها الرياضية وبشكل تدريجي ضمن الشروط الصحية والوقائية التي أطلقتها خلية الأزمة بسبب وباء كورونا تخطينا سلسلة الحضر الذي فرض علينا بسبب فيروس كورونا وهذه من الأمور الإيجابية التي أعطت سير ممارسة الحياة الاعتيادية بشكل تدريجي عائلة نادي الصناعات الكهربائية وضعت خطة مدروسة لعادة أنشطتها خلال الأيام المقبلة بعد أن جفت أنهر حركتنا الرياضية بشكل تام منذ أشهر عنا اليوم صرحنا بهذا التصريح هذا التصريح ما يجب من فراغ لما طلعنا الحياة شفنا الحياة كلها طبيعية فقط الرياضة هو المضرر فقط الحضر بس على الرياضة الرياضة والنشاط الرياضي اليوم نشوف المولات تدخلها آلاف نشوف المطاعم كذلك تشوف حتى المزارات المزارات بالآلاف تدخل وتطلع نحن كنشاط رياضي أو كفريقناة الصناعات كربائية من ثلاثين إلى أربعين لاعب ملعب مكشوف وعدينا العدة بالوقاية ومستلزمات خلية الأزم التي تحث على هذا الموضوع طبعا عدينا العدة لذلك بعد تنسيق وتكملت الإجراءات الوقائية من التعفير وأمور أخرى ثانية وتهيئة المستلزمات والطبية الأخرى من فحصه وكل الأمور إن شاء الله جازة التكاتف الكبير بين الكل ولد أشياء نموذجية في النادي بحسابات كانت في منتهى الدقة رغم بعض الصعاب التي اعترضت أعمالهم لكنهم تجاوزوها بكل جدارة ليكونوا على أهبة الاستعداد للمشاركات المحلية المقبلة نحن بصراحة نادي الصناعات الكهربائية كيدار وكم نوظفين نحن ما عندنا التسميات والمناصب فقط على الورق كنا خلية واحدة وكنا نعمل بروح الفريق الواحد لأنه إذا ما يكون هناك تعاون وتلاقع بالأفكار ما رح تنجح فلذلك يشوفنا دائما نحن يد واحدة وهي هذه تقريبا أهم شيء لنجاحنا بكافة النشاطات الرياضية على مستوكرة القدم أو بقية الإلعاب لا بد أن نكسر أقفال توقف رياضتنا العراقية كما فعلتها الدول الأخرى لكن بشرط الالتزام التام بالنقاط الصحية لتفادي الوقوع بدوامة الفيروس التي لا ترحم أحدا ولا مجال للاستخفاف بها تفعيل خط الأنشطة الرياضية وبشكل تدريجي وضمن الشريط الصحية هو الهدف الأول الذي رسمته إدارة نادي الصناعات الكهربائية بمخططاتها من أجل عودة الروح الجميلة لرياضتنا العراقية زيد غالب العراقية الرياضية بغداد عن هذا الموضوع مشاهدين الكرام ينضم معنا مراسل العراقية الرياضية زيد غالب أهلا بك زيد في نشرة أخبار الواحدة أهلا بيجي ناس وكادر الرياضية وبكل مشاهدي قناة الرياضية العراقية أهلا بك زيد هل تعتقد أن النادي صناعات الكهربائية اليوم قادر على استئناف التدريبات دون أخذ موافقة خلية الأزمة؟ طبعا ناس يوم أمس كنا مع فريق نادي الصناعات الكهربائية وبالتحديد في النادي الرئيس النادي بعد ما طلق التغريدة وهي عودة الأنشطة الرياضية إلى النادي وبكل الأمور وتكون ضمن شروط وقائية صحيحة من قبل خلية الأزمة كذلك وفروا لهم جميع الكابينات التطهير والتعقيم لليد هذا الشيء وضع نادي الصناعات الكهربائية بإعادة أنشطة الرياضية وخصوصا كرة القدم مثل ما نعرف الآن استعدادات مهمة للدوري فهذا جعل من النادي أن يكون ملتزم بجميع الشروط الوقائية والصحية طيب أزيد لو سمحت ذكرت من خلال حديثك أن النادي وإدارة النادي وضعت أجهزة التعفير وأجهزة التعقيم قبل الدخول إلى مقر النادي طيب باعتقادك هل هذه الإجراءات هي إجراءات كافية للحد من انتشار الفيروس أم هل ستكون هناك فحوصات أخرى لأننا تابعنا أن الأندية والدوريات أو عفوا الاتحادات قامت بإجراء المسحات لكل المنتسبين تحت لوائها فهل ستكون هناك أيضا إجراء مسحات أخرى طبعا مثل قبل ما نعرف قبل فترة كانت جميع الكوادر الطبية تفحص الأندية من أجل معرفة المصاب عن الغير المصاب قبل فترة نادي الصناعات الكهربائية كان من ضمن هذه الفحوصات ظهر عدهم 13 لاعب مصاب من أصل 25 عاد الفحوصات مرة أخرى الإصابات لا توجد في النادي قبل ثمانة أيام بالتحديد هذا جعل النادي أن يكون بإرجاع أنشطة رياضية بكرة القدم باللعاب الرياضية الأخرى من أجل إعادة الروح الجميلة لهذا النادي كذلك هناك دعم أيضا من قبل وزير الصناعة لنادي الصناعات الكهربائية كون الممثل الوحيد في الدوري العراقي الممتاز ودعمهم بشكل كبير ودعمهم بالأمور المالية والمعنوية هذا جعل الكابتن علي خلف يطلق هذه التصريح بإعادة الأنشطة وإعادة الروح الجميلة إلى هذا النادي زيد غالب مراسل العراقية الرياضية كنت معنا في نشرة الأخبار نتمنى طبعا الالتزام بقرارات خلية الأزمة ونتمنى أيضا عودة الحياة الطبيعية للعراق ولكل العالم بعد جائحة كورونا عادت فتيات نادي سيروان الجديد بطل دور كوردستان العراق للصلاة للتدريبات تحضيرا للدورة الرباعية الودية قبل انطلاق منافسات الدوري بعد التوقف الإجباري ظهرت فتيات نادي سيروان الجديد بالحماس الكبير وهذه المرة على أرضية العشب الصناعي استعدادا للمشاركة في البطولة الودية الرباعية وكذلك تعويد لاعباته التي استدعينا مؤخرا للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني للناشئات بتواجد مدرب الفريق الذي أصر على متابعة سير التدريبات رغم إصابته اليوم تمرينات وحدناتنا التدريبية على العشب الصناعي أو التارتان طبعا تحضيراتنا سيصير بطولة رباعية ودية في سليمانيا وفريقنا مثل ما تعرفون كان بطل دوري كردساني موسم المنصرم صحيحنا فريقنا أكثر شيء لعبون صالات بس هذه التحضيرات على البطولة الودية راح تقام بسليمانيا وطبعا ومن شيء آخر بأنه لاعباتنا عشر من لاعباتنا الشابات تم اختيار ضمن صفوف المنتخب الوطني بإذن الله تعالى حتى يقدرون يشيلون اسم العراق صفوف الفريق المدججة بلاعبات المنتخب الوطني جعل الدافع كبير لديهن في الوحدات التدريبية من أجل الظهور بالشكل الأميز والأفضل للمحافظة على لقب دوري كردستان العراق بالصلاة مثل ما تعرفنا حاليا قاعد نستعد للدور الكردستاني بحضور الكابتن الرغم أنه مصاب عنده كسر برجلة لكن حاضر داخل الملعب قاعدنا بسبب كورونا اللي قاعدة أثرت علينا لكن احنا مستعدين أفضل استعداد للدور الكردستاني نحن فريحات بعودة التمارين وبدأنا التحضير للموسم الجديد منذ فترة قصيرة بعد الانقطاع واليوم نجد التمارين على هذه الأرضية استعدادا للبطولة الرباعية التميز الذي حضر به الفريق جعل منه بطلا وهو في عامه الأول ومرشحا أولا قبل انطلاق منافسات الموسم الحالي تعويض الوقت المهدور بسبب كورونا والاستعداد المكثف هو ما يطمح إليه فريق سيروان الجديد حتى يكون بطل للموسم المقبل ويعتفظ باللقب للمرة الثانية على التوالي من السليمانية مؤيد الهاوي العراقية الرياضية معنا أيضا عالميا تتابعون في هذه النشرة بارم يونيخ يفوز بدور أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه وطورن توراب تورز يفوز بجدارة على بروكلين ناتس في الدور الأمريكي لكرة السلة توجه بارم يونيخ الألماني بطلا لدور أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه عقب فوزه على باريسون جورمان فرنسي بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الجناح الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة التاسعة والخمسين للحديث مشاهدين الكرام عن هذه المباراة ينضم معنا المدرب الكروي سامي بحث كابتن أهلا ومرحبا بك معنا في نشرة أخبار الواحدة من العراقية الرياضية أهلا وسهلا بكم تحياتي لكل المشاهدين الأعزاء وإلكم جميعا أهلا ومرحبا بك كابتن حدثنا عن هذه المباراة هل كان أداء البايرن وسانجورما بالمستوى المطلوب؟ حقيقة المباراة كانت قمة في كل الجوانب باستثناء يمكن الشغلة وحدة كانت غايبة من هذه المباراة هو حظور الجماهيري حتى يضطي قوة دافعية كبيرة للآلين لكنه كجوانب أخرى يعني جوانب فنيات يعني كانت ذو قيمة فنية كبيرة لكل الفريقين طبعا المباراة كانت بالشرطة الأول متكافئة من الناحية الفنية وفريق باريس سان جيرمان أدت فرص ممكن ومبايع ثلاث فرص للتسجيل كانت كفيلة بأن يسجل هدف وقدر أن يعني حتى السلوبة تكتيكي يغيرها بالشرطة الثانية لكنه وضع عدة فرص كان الثانية للتسجيل بالشرطة الثانية الأمور اختلفت يعني الفريق باريس ميونيك قدر أن يسيطر على منتصف الملعب بشكل واضح مثل العملياته ببغض المباشرة على الفريق وقدر أن يحب من مكامن أو صناعة اللاعب بالنسبة للفريق طيب كابتن لو سمحت لي بمداخلة حضرتك ذكرت أن الشوطة الأول كان لباريس سان جرمان الشوطة الثانية كان لباريس سان جرمان من حيث السيطرة برأيك لماذا كان هذا الاختلاف لماذا في الشوطة الأول كان لباريس سان جرمان وفي الشوطة الثانية تراجع باريس ليأخذ مكانه ويسيطر أكثر الباريس لا بالشرطة الأول كان تكافو بالأعزاء بس الفرص كانت أكثر من سريق باريس سان جرمان من خلال استغلال الفراغات والانطلاقات والتحولات السريعة لكن هو كالشوط الأول كان بيتكافؤ واضح جدا من خلال انضباط التكتيك اللي اعتمد للفريقين فريق بارميولغ اعتمد على الجناحين طبعا كان يستخدم الجناحين والظهيرين يعني كيميش كان وقنابري أمامه وديفز ظهير الآخر وكومان فتحول ملعب عن طريق الجناحين والظهيرين وقدروا يستفادون من المساحات وايضا الجانب البدني بالشوط كان يتلعى عنصر فعال بالنسبة لبارميولغ وايضا التمركز والانقباط التكتيكي قدر من خلاله وعملية الضغط أن يصيطر على مجرات الشوط الآن يعني كان الشوط بدنيا بشكل واضح بالنسبة لبارميولغ ساعده على التحولات السريعة والانتقالات بالزيادة العددية تطرى الأسلوب لعبة ويضا صيطرة على منتصف الملاب إذا نعرف هناك ثلاث لعبين بالنسبة لباريستان جيرمان يمتازون بالنزع الهجومي على حساب الجوانب الدفاعي كابتن سامي كابتن سامي عذرا لهذه المداخلة ولهذا القطع لكن أعتذر من حضر تكليبي ضيق وقت النشرة شكرا جزيلا للمدرب الكروي الكابتن سامي بحت بعد الفوز شهدت شوارع العاصمة البرتغالية لشبون احتفالات لمشجعي بارميونخ ورغم قلة عددهم إلا أنهم عبروا عن فرحاتهم بطرق مختلفة حاملين العلم الألمانية وشعار النادي في المقابل استدم العشرات من مشجعي فريق باريستان جيرمان مع شرطة مكافحة الشغب في الشانزالزي عقب المباراة التي خسر بها باريستان جيرمان بهدف النظيف أمام بارميونخ كانت شرطة مكافحة الشغب اقتحمت في وقت سابق مقصفا وأبعدت بعض المشجعين بسبب رفضه بعضهم لارتداء الكمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا وتم فرض وجراءة أمنية إضافية في باريس ونشر ثلاثة آلاف من عناصر الشرطة في الشانزالزي وحول السابق بارك دي برينسيه للحيلولة دون تجمع الجماهير